اشتركوا في القناة باكلة الانبالة اسبانية ايفي تكشف عن شهادات حية لمهاجرين السريين شاركوا في محاولة اقتحام السياج الحديدي بين النظور وامليليا اكدوا لها وصوله من المغرب عن طريق الجزائر بعد اداء مبالغ مالية لمافيا الاتجار في البشر اربعة الشواطئ وميناء ترفيه بعمالة المضيق الخنيدق ترفع فيها شارة لواء الازرق علامة لجودة مياه السباحة واحترام العديد من المعايير البيئية تمنحها كل سنة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة شبح نذرة الماء يخيم على العديد من مناطق المملكة خاصة منها الدوائر السقوية خصاص في مياه السقي تواجه الجهات الوصية بتدابير تروم عقلنة الري والنموذج نسوقه من جهات بن ملال خنفة اهلا بكم بعث صاحب الجللة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة الى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية سيد فليكس تشيسي كيدي وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية اختتمت اليوم بكاب درعاب طانطان التدريبات المغربية الامريكية المشتركة الاسد الافريقي الفين واثنين وعشرين باجراء تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية وقوات الولايات المتحدة وخلال هذا التمرين تم تنفيذ طلاعات بواسطة طائرات الاف سيز وقصف اهداف بواسطة طائرات مروحية من نوع الاباتشي وقصف باستخدام المدرعات مرفقة بالدبابات الحافظ محمد رحيم حاجي وجمال خصاصي القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الامريكية وباقي القوات المشاركة في عملية الاسد الافريقي الفين واثنين وعشرين تنظم معا في هذا التمرين الختمي من هذه المناورات العسكرية بمنطقة كاب درعاب طانطان تدريبات برية مشتركة لقيادة المهام باعتماد داخلة الحياة للأسلحة وتمارين جوية تشمل طائرات قاذفة بما فيها قاذفات بواحدة الامريكية من حيث التخطيط الدولي والسعمال الموارد المفتوحة والدعم اللوجيسي ولكن أيضا من حيث التكامل مع الشركاء الجدد كما تعلمون بخلاف الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المغربية التي تصدرت الاسد الافريقي نحن اكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية تشارك في هذه النسخة لم تكن هذه التدريبات فقط هنا في المغرب ولكن لدينا انشطة تدريبية في تونس السنغال وغانا ايضا هذا هو الاسد الافريقي الاكثر تعقيدا اليوم اود نشكر مضيفنا وشركنا الاساسي في الاسد الافريقي حكومة المغرب والقوات المسلحة الملكية المغربية هذه التدريبات المشتركة تشمل عمليات للمناورة والاستجابة بالاضافة الى تمارين المظليين مناورات جوية باستخدام قطع وآليات حربية جد متطورة طائرات بواحدة الامريكية بالاضافة الى طائرات F-16 المغربية جسدت هنا عمليات مشتركة همت التركيز على اهداف محددة قامت المدفعية الملكية المغربية ونظيرتها الامريكية بعدة تمارين ورمايات مدفعية مشتركة بالدخيرة الحية وقد تميزت هذه التدريبات بالدقة والسرعة في الاداء ومثلت فرصة لتبادل الخبرات والتنسيق بين القوات المشاركة من ناحية ومواكبة التطور التقني لسلاح مدفعية من ناحية اخرى تم اجراء تمرين بحري تكتيكي مهم بمشاركة كل من القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الامريكية يتمثل في صد هجوم بحري يهدف لانزال قوات برمائية على مصب والدرعة خلال هذا التمرين قامت الفرقات المغربية جنبا الى جنب مع ناظرتها الامريكية بمجموعة من العمليات من بينها قصف اهداف برية باستعمال قدائف انطلاقا من البحر مناورات عسكرية تحتل الرياضة اقليميا قاريا ودوليا تدعم الاستعداد الاستراتيجية العسكري للدول المشاركة للاستجابة للازمات والطوارئ في افريقيا وحول العالم يسدل استثار اذا على هذه العمليات والتمارين العسكرية المشتركة التي اسمت في تعزيز جاهزية الجيوش المشاركة ودعم قدراتها الدفاعية لمواجهة تحديات الامنية وترسيخ الامن والاستقرار الدوليين من طنطان حفظ محضار عبد الرحيم حاجي وجمال لخصاصي بالرباط انعقد اليوم الاجتماع الاسبوعي لرئيس الحكومة برئاسة السيد عزيزة خنوش رئيس الحكومة لاجتماع التدارسة والصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ايمد امسمير في بداية اشغال مجلس الحكومة تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتطبيق احكام القانون المتعلق بحماية النباتات يهدف الى تحديد كيفية رصد ومراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والاشياء الاخرى عند الاستراد والعبور والتصدير اثر ذلك تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم باحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة المشروع يأتي استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناع الراغبين في تطوير مشاريعهم في منطقة التسريع الصناعي بعين جوهرة وواصل المجلس اشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر لتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية بهدف إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي تماشيا مع توجهات ورشي الجهوية المتقدمة قبل أن يختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحة تعيين في مناصب عليا في جديد الحالة الوباية ببلادنا تم اليوم تسجيل إصابة أربعة ألاف وثلاثة أشخاص بكوفيد-19 مقابل تعافي 2021 شخصا فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من جهة ثانية بلغ عدد الملقحين بشكل كامل ستة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف ومئة وسبعة وثمانين شخصا وللمزيد من المعطيات حول مؤشرات الحالة الوبائية ببلادنا ينضم إلنا اللحظة مباشرة من العرائش الدكتورة طيب حمدي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية دكتور مساء الخير مساء النور إذن دكتور حمدي منظمة الصحة العالمية تتوقع صيفا مؤشرات وبائية في الأحمر بأوروبا على وجه الخصوص بالتالي دكتور شنو الخصوصيات ديال هاد التغييرات لك تعرف الحالة الوبائية في الأسابيع الأخيرة خاصة مع انتشار سلالات الفرعية لمتحور أوميكرون بآكات وكذلك بآسنك وحنا مقبلين على الصيف وكذلك موسم عطال وعيد أضحى كذلك بالفعل يوم منظمة الصحة العالمية بهاتي بالنسبة لأوروبا أنها ستعرف حالات كبيرة بزاف ديال الكوفيد ديال الموجة ديال أوميكرون بآسنك وبالخصوص لأنه كان صحيح كان العطا المدرسية كتغلق المدارس هذا كان قسم انتشار ديال العدوى ولكن في المقابل سيبدأ موسم ديال الصفار ديال التجمعات ديال الاحتفالات ديال اللقاءات وهذه كله أسباب الانتشار ديال الفيروس كذلك كي نبقى خمسة اللي كي اخدار طريق دياله كبيرة في أوروبا ورحت في المغرب كذلك اللي هو انتشار دياله سريع جدا في المقابل كي نبقى نقطة مهمة هي الحماية بتلقيه زيانة لا في أوروبا ولا في المغرب ولكن مع الأسف في المقابل دياله كي نتراخف الإجراءات احترازية هذه الأسباب دفعت منظمة الصحة العالمية باش ستعطي تنبيه الأوروبا وهذه النظام في الظروف رحنا كنعفوها المغرب بتحنا خصنا نديروا البلدية لنا إذن دكتور هذه سنتين ونصف وعرفنا الكثير للفيروس ديال الكورونا والمتحورات دياله اللي ظهرات كالفا ديلتا وأوميكرو وغيرها بغينا نعرف الخصوصيات ديال السلالات اللي ذكرتو دكتور خاصة السلالة الفرعية بأسنك لأنها في الحقيقة خلقت واحد نقاج في الأوساط العلمية وتساؤلات كالترحم طرف المواطنين بخصوص مدى الخطورة ديالها الأعراض ديالها وانتقال ديالها أيضا وكذلك الفعالية ديال اللي قاح معها وغيرها من الأسئلة طبعا منك يدهر واحد المتحور دائما كنقلبوش عنده شي خصوصيات جديدة هذا المتحور بيئة خمسة اللي هو الأكتر المتشار أول نقطة اللولة هو أنه أكتر بسرعة بيئة اثنين واحتم بيئة واحد إحنا في المغرب كنا عرفنا موجة فلولد سانا ديال البيئة واحد دز عدنا بيئة اثنين ولي كامش كل ما كانش حالة كثيرة وليوم كينا بيئة اثنيه وسائد وعدنا بيئة خمسة بيئة خمسة أولا إلا كنا أوميكرون لولاني اللي داز الغالبة الدنيس ما كيحتاهمش أعراض قليل لي كيحتهم الأعراض هذا بيئة خمسة جديد إنسان الغالبية كتكون عندهم الأعراض قليل لي ما تقنش عندهم الأعراض الحاجة التانية الأعراض دياله شديدة في أوميكرون الأول كانت الأعراض خفيفة دابل أعراض شديدة سخانة لعيان إرهاق ودادت علامات جديدة رجعت هذيك الفقدان ديال الشم وديال حسة ديال الدوق اللي كانت بشات مع الدلتا رجعت دابة مع بيأساك المدة المرض واللت 7 أيام بدلا من 4 أيام مع أوميكرون الأول ظهرت أعراض جديدة ديال الإسهال ديال القيء وحتى الدوخة هذه واحد الأعراض اللي هي جديدة وهذا الانتشار السريع ديال بيأة 5 الانتشار دياله سريع لأنه عنده خاصية ديال انتشار ولكن عنده هروب مناعي بمعنى الناس اللي تصابوا سابقا أو لم لقحين اللي كدوزوا واحد فترة على تلقاح ديالهم على الإصابة كيمكن يتصابوا بسهولة بيأة 5 هذه الخصوصات ديال الخصوصيات ديال المتحول الفرع الجديد نعم إذا قبل منوصل معك دكتور حمدي وفي ظل تواصل المنحة التصعدي لحالة الإصابة بكوفيد 19 تظل الجرعة الثالثة المعززة سلاحا أساسيا في مواجهة الوباء خصوصا بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة من مراكش روبرتاج أمينال يواصل المركز السحي أزلي بتراب مدينة مراكش التعبئة من أجل تقديم الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مواطنون يعانون من أمراض مزمنة صدفناهم هذا الصباح جاءوا لأخذ اللقاح إيمانا منهم بأنه الحل الوحيد لحمايتهم حتى لا يعبث الفيروس بأجسامهم الهشة عندي مراض السكور عندي مراض الهشاشة عندي الكوريستيرون عندي التنسيو والحمد لله كانت ضرنقاع اللي يدور تلقيح الحمد لله ما دارك ليتش حاجة وبالعكس اللي مراد عندهم المراد مودمين خصوصهم بالعكس يجيوا يجيوا يدوروا تلقيح جيت ندير الجرعة الثالثة لأن الناس معنا هذا المراد وهذا يجيوا يدوروا هذا الجرعة التالثة لأنه مفيدة لجميع الناس الضروري يخصد لأن هذا المرض راكتر كل واحد ينسؤون على راسه ينسؤون على الشاب ينسؤون على راسه خصوصهم يحاون راسه براسه ينسؤون لألف مغضار خصوصهم ينسؤون لإقلقاب يكون الاخيراء على خير شاء الله على المستوى اللوجيستيكي يوفر المركز الصحي الجرعات اللازمة والموارد البشرية تسهر على إنجاح عملية تلقيح مع الحرص على تمرير رسائلة وعوية وتحسيسية بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لأن الفيروس لا زال بيننا تنحط الناس خصوصا الفئات كما تنقوله احنا اللي عندهم الأمراض المزمنة هكذا أمراض السكري الكيلي أمراض القلب باش يجو بكتافة باش يديروا هاد العجور على المؤززة خصوصا احنا مقبضين دباف هاد الأيام المباركة على عيد الأضحى والعطلة خلاص تكون التجمعات تكون اللقاءة العائلية وهذا وتستغلت كذلك هذه الفرصة باش حال احتيارا متدابير الاحترازية اللي ينتبعوا التعقيم اليدين وهذا لأن الفيروس باقي كان جميع المواطنين مدعون إذن للتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ الجرعة المعززة خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابات بالفيروس وأعود مجددا لموصلة النقاش مع ضيفنا من العرائشة دكتور طيب حمدي إذن دكتور ما خاصناش نتجاه له أننا في واحد الوضع وبائي غير مريح حسب المعطيات الحالية وكذلك احنا مقبلين على موسم العطال والسفر والحركية بالتالي كنت سألوا معاك دكتور شنو خاصنا باش ندوزو هادل منحالة دون تسجيل حالة خطيرة ووفيات لقدر الله الواقع أنه الهدف هو هذا احنا شفنا موجه لدازد في جامل إفريقيا في بورتغال في أوروبا الآن صحيح كترفع الوفيات بعض الشيء كتعطي إصابة خطيرة ولكن ما عندناش تخوف نكونوا واضحين ما عندناش تخوف على المنظومة الصحية دينا المنظومة الصحية معهد المجاهدي أتقومها بسهولة الخوف اللي عندنا هو أنه المواطنين دينا بعض منهم نفقتوهم بينما الوسائل الحماية عندنا العطلة الصيف غاديتدوز العطلة غاديت العيد الأضحى المسائل كلها غاديتدوز في الصيف بغيناها تدوز بشكل عادي ولكن بغيناتدوز بشكل عادي لجميع المغاربة ما شي مغاربة دوزوا العطلة دينهم مزيانة ومغاربة أخرين يكونوا في الإنعاش ويكونوا في المآتم و الوفيات باش هادش هذا ممكن جدا وخاهد الحالة تكتر تافع مننا الممكن أولا عندنا الناس المستعجلين اللي 60 سنة فما فوقوا لديهم أمراض مزمنة سكر تنسيون رقلتها السيدة في الرابورتاج هاد هم اللولين اللي خصوم يمشي ويديروا تلقاح ديالهم نزور على اللولة والتانية والتالتة كذلك الأماكن المغلقة نجنبوها وهاد الناس اللي عندهم هاتل هاشاشة ميمشيوش الأماكن المغلقة ويلمشوا ويديروا الكمامة ديالهم النقطة التالتة أي واحد فينا حس بسخانة بالحمة بالإسهال يعز الرأسه واللول باش ما ينشرش المرض ويمشي دوسط بيب والنقطة الرابعة هيدك تجمعات الكبرى من الأحسن نجنبوها وإلا كنا غاد نمشي بلها تكون في الهواء الطلق ونديروا احتياطة ديالنا إلا درنا هات الحاجات هادو هندوزو العطلة ديالنا كلنا مزيانة ونعيدو كلنا مزيانين ومنفخدوش الأحباب ديالنا والأسر ديالنا نعم طيب دكتور حمضي فضل هاد الانتشار السريع إلا السلالة الفرعية للمتحور أوميك خوش مازال مصلحتنا نحافظه على ارتداء الكمامة هادا واحد النصيحة اللي راح تليم منظمة الصحة العالمية كابذكر بها فأوروبا علاش لأنه صحيح كنواحد نقاش علمي أنه مليجة الدلتا انتشار دياله سريع وبئة واحد وبئة اثنين وبئة خمسة انتشار دياله سريع جدا يعني كينتاشر وعندو هروب مناعي وخاك تكون دير اللقاح بعد 14 ستشار كيمكن ينقيسك وكيتساءلوا واش عنده دور عنده دور الكمامة كبير جدا بالخصوص بالنسبة لفئة الهشة بالخصوص داخل الأماكن المغلقة الناس اللي عندهم الهشاشة يديروها خصوصا في الأماكن المغلقة احنا مني نكون أماكن المغلقة وخبط مش عدنا الهشاشة نديروها باش نحميوا هادوك المواطن المساكل اللي عندهم الهشاشة النقطة الثالثة والمهمة جدا هي أنهم لك نديرو الكمامة دينا وخاك نصبوا كوفيد كيدخلينغي شوية الفيروس وهذا الفيروس اللي كيدخلوا قليل ما كيعطيناش حالة خطيرة كيعطينا حالة خفيفة وهذا واحدة الربح كتير بزاف وبالتالي الكمامة عندها الدور دينا والنظفة اليدين وباقي الإجراءات باقي عندهم الدور دينا باش يحميهم المواطنين دينا أكيد إذن الدكتور طيب حمدي الطبيب والباحث في السياسات والنظمة الصحية شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات ودوليا الصين تخفض مدة الحجر الصحي على الوافدين من الخارج فيما أوروبا تشهد موجة سابعة من وباء كوفيد-19 وارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات عبدالوها بكاراتي فقى عدد الإصابات بكوفيد-19 عبر العالم خمسمائة واثنين وخمسين مليون إصابة وقارب عدد الوفيات ستة ملايين وأربعمائة ألف شخص وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة بحوالي تسعين مليون إصابة وأزيد من مليون وأربعين ألف وفات تليها الهند بأكثر من تلاتة وأربعين مليون إصابة وما يزيد عن خمسمائة وخمسة وعشرين ألف وفات ثم البرازيل بما يفوق تنين وتلاتين مليون إصابة وأكثر من ستمائة وسبعين ألف وفات وتشهد أوروبا حاليا موجة سابعة من الوباء حيث سجلت فرنسا أول أمس أكثر من مئة وسبعة واربعين ألف حالة إصابة بزيادة خمسين في المئة عن الأسبوع الماضي وسجلت إيطاليا بدورها ارتفاع ملحوظا في حالات الإصابات بوباء كوفيد تسعة عشر حيث تم تسجيل أزيد من تلاتة وتمانين ألف إصابة جديدة في أرجاء البلاد وتسعة وخمسين حالة وفات ليرتفع العدد الإجمالي للوافعيات إلى أكثر من مئة وتمانية وستين ألف شخص وفق مجموع الإصابات تمانية عشر مليون وخمسمائة ألف شخص وبعدا عن أوروبا صين تخفض مدة الحجر الصحية المفروض على الوافدين من الخارج من ثلاثة أسابيع إلى أسبوع في الفندق على أن يخضعوا للمراقبة في المنزل لمدة ثلاثة أيام في موضوع آخر أوردت وكالة الأنباء الإسبانية في شهادات حية لمهاجرين السريين شاركوا في محاولة اقتحام السياج الحديدي بين النظور وامليليا يوم الجمعة الماضي والتي أودت بحياة ثلاثة وعشرين شخصا من بين المقتحمين المهاجرون السريون من جنسيات سودانية وإيريترية أكدوا أنهم وصلوا إلى المغرب عن طريق الجزائر بعد أداء مبالغ مالية لمافيا الاتجار في البشر نتابع بعضا من هذه الشهادات في تقرير سعود خشون وحسناء مساوي سامي موسى عبد الله محمد أربعة مهاجرين سريين من السودان وإيريترية صرحوا لوكالة إيفي الإسبانية بأنهم فروا من بلدانهم من الموت وواجهوا الموت عند اقتحامهم للسياج الحديدي بين النظور وامليليا هؤلاء المرشحون الهجرة السرية عانوا شتى أصناف العذاب والإهانة طيلة الخمسة آلاف كيلومتر التي قطعوها من أجل الوصول إلى المغرب عبر ليبيا تونس والجزائر أحد المهاجرين يحكي بأنه دفع مئتي أورو من أجل العبور من الجزائر إلى المغرب وقبل محاولته اقتحام السياج الحديدي بين النظور وامليليا كان عليه قطع تمانين كيلومترا مشهن على الأقدام للاتحاق بزملائه المرابطين في الغابات المجاورة للنظور شهادة هؤلاء المهاجرين تثبت تورط مافيا للتجارب البشر وكان على أحدهم دفع مبلغ ألف أورو للخروج من ليبيا بعد أن ذاق ويلات التعذيب في السجون الليبية ومن أجل الولوج إلى الجزائر دفع مبلغ خمسين أورو ومئتي أورو إضافية من أجل مغادرة التراب الجزائري كان هذا منذ سنة حتى جاء معيد الاقتحام المعلوم محمد إسماعيل من جنسية سودانية ظل يراود حلم الهجرة إلى أوروبا وصل إلى المغرب عن طريق تشاد النيجر والجزائر مصرحا بأنه لأول مرة يسمع بقائد للمافيا بهذا البلد وكان عليه آداء مئتي أورو من أجل مغادرة الجزائر نحو المغرب شهادة حية تثبت بالدليل تورط شبكات المافيا التي تتاجر في البشر وتوهم المرشحين الهجرة السرية بأحلام ورضية في الدفع الشمالي المتوسط استغلال وتعذيب وتصفية في أغلب الأحيان أساليب تلجو إليها مافيا للتجار بالبشر وضحاياها بالعشرات بل بالمئاس من بين المهاجرين الأفارقة ومسى أمس حدث مأساوي شهده مقهى يقع بشارع عبد المومن بالدار البيضاء حيث تسبب انهيار السقف المقهى في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابتين طفيفتين في صفوف الزبناء تفاصيل أوفر في روبرتاج سيان بوخليفي ومحمد الشكير حادث انهيار سقف واجهة إحدى المقاهي الواقعة بشارع عبد المومن بالدار البيضاء يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين وفور وقوع الحادث حلت السلطات المحلية ومصالح الأمن بموقع الحادث حيث تم الإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية كنت خدمتين في الصبح السريخ ماذي مع الجوج وصيد دبالي مسكين التوفا والي بدأ مع الجوج قد خدمت تلديك ما تشجل ما تشجل صعفي كان ما كانش بزاف ديالناس كان هو واحد اربعاد الناش خورين يعني ديك سيد مات وماتوا ثلاثة ديالناس خورين وكان الجوج مارسين حادث مهول يعيد من جديد طرح التساؤلات حول أهمية الصيانة وتهيئ المباني والواجهات السكنية الآيلة لسقوط وفتحت المصالح الأمنية بحثاً أولياً في الواقعة قصد الوقوف عند ظروف وملبسات الحادث بناءً على تعليمات النيبة العامة المختصة إلى أذريبيجان حيث يشارك رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مغربي في أشغال المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز الشبكة تهدف إلى الارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق في القضايا التي تشغل شعوب البلدان الأعضاء من التغيرات المناخية إلى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تقرير أمجيد حلاوي كانت البداية شهر نومبر من العام الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث كان البرلمان المغربي من المؤسسين لمبادرة تأسيس شبكة برلمانية لدول حركة عدم الانحياز بمبادرة من برلمان أدريبيجان وذلك على هامش أشغال الاتحاد البرلماني الدولي وها هي العاصمة الأدريبيجانية باكو تحتضن اليوم أشغال أول مؤتمر لهذه الشبكة الوفد المغربي يرأسه رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي الذي أبرز أهم القيم التي يجب أن تسود بالشبكة في ظل ما يشهده العالم من نزعات انفصالية وتوترات تهدد الوحدة الترابية للبلدان الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز ستعمل على تكريس الالتزام بمبادئ الحركة التي تأسست عام 1955 في مؤتمر باندونغ وعلى ضمان الدعم البرلماني لتجسيد هذه الالتزامات خارطة الطريق تشمل التنصيق بين برلمانات الدول الأعضاء والارتقاء بالدبلوماسيا البرلمانية قصد مواجهة التحديات الحالية من التغيرات المناخية إلى الديمقراطية والسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ورئيس برلمانا الميركورسور يثمن عاليا الجهود التي ما فتأ يبذلها جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تحقيق تقارب أكبر بين إفريقيا والعالم العربي من جهة وأمريكا اللاتينية من جهة أخرى وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب الذي اختارته المملكة نهجا لسياستها الخارجية وفايل ياقوبي على همش ندوة تغير المناخ ودور برلمانات أمريكا اللاتينية سمن رئيس برلماني الميركورسور السيد توماس بيتار جهود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل تحقيق التقارب بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة مع برلماني الميركورسور والذي يضم دولا من أمريكا اللاتينية وهي الأوروغواي باروغواي البرازيل والأرجنتين كما رحب بالمبادرات المغربية الهادفة إلى تحقيق الاندماج والتكامل بين هاتين المنطقتين نحن مستعدون للتفاوض مع المغرب وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات ونتمنى أن تترجم هذه الاتفاقيات المرتقبة على أرض الواقع في أقرب الآجال من جانبه نوه رئيس مجلس المستشارين السيد نعم يارا بالمشاركة القيمة لبرلماني الميركورسور في فعاليات منتدى الحوار الذي جمع بين مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ودول أخرى والذي خلص إلى إعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب جنوب من جانبه أشار نائب الرئيس البرازيلي سيلسو روسومانو إلى كون المغرب أول شريك تجاري لأمريكا اللاتينية بالعاصمة لإسبانيا مدريد شهد ختام قمة حلف شمال الأطلسي عددا من الإعلانات السياسية المرتبطة بالشأن العالمي في حين هيمنت الأزمة الأوكرانية على أشغال قمة الناتو نبيل أزرقا في ختام قمة حلف شمال الأطلسي بمدريد علن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 800 مليون دولار من مضادات للطائرات ومدفعية ومعدات أخرى مشددا على أن بلاده ستدعم أوكرانيا طالما لازم الأمر وبدوره دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في سبيل التوصل إلى وقف دائما لإطلاق النار في أوكرانيا مؤكدا أنه لن يكون هناك خاسرون في السلام وأن تركيا تحافظ على نهج متوازن فيما اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ختام قمة حلف شمال الأطلسي بمدريد أن الناتو ليس في حالة حرب حتى وإن لم تعد القارة الأوروبية تنعم بالسلام وتناولت الجلسة الأخيرة من القمة التهديدات والتحديات في شرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأعرب الناتو عن قلقه من النفوذ الروسي والصيني المتزايد في جنوب أراضي دول الناتو بالعودة للخبر الوطني وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن في تقريرها برسم السنة الجارية أن معدل مطابقة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة لمعايير الجودة يبلغ 88% تفاصيل أوفة ضمن تقرير ردعمه البلاستيك البوليستيرين يمثل حوالي 88% من مجموع النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ تلك أبرز نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال الشواطئ بالمملكة قمنا بتنظيم حملة بحر بلا بلاستيك بشركة مع مؤسس محمد الثالث لحمية البيئة طبعا بتنسيق مع الجمعية المحلية في كل مدينة في ندق وطنجة والناظر واللي كنقوموا بعملية ديال تنظيف قاع البحر من النفايات البلاستيكية عملية الرصد شملت 60 شاطئا منها 37 على الساحل الأطلسي و23 شاطئا على الساحل المتوسطي وهمت بالخصوص التحاليل الكيميائية والفطرية وتوصيف النفايات البحرية خاصة البلاستيكية المراقبة السارمة والدورية والمنتظمة من طرف الإدارة اللي هي مختصة على تصنيف ديالشواطئ حسب الجودة ديالمياه ديالاستحمام وطبعا نحنا نتقلنا محد تقريبا تسعود وسبعين شاطئ في الفين وجوج حتى الاكتر 186 شاطئ في سنة 2021 لدينا 493 محطة لكتدر رصد ديال مياه الشواطئ بطريقة سنوية نتائج الرصد أصفرت على أن 70 إلى 80% من النفايات المتوجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية تقديم هذه النتائج يأتي في إطاري الأنشطة المنظمة احتفاءا باليوم العالم للبيئة واليوم العالم للمحيطات للتحسيس بأهمية النظم البيئية والمحافظة عليها ووجب التدكير بالجهود التي تبدلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة التي تولي اهتماما خاصا لجودة الشواطئ لا سيما من خلال برنامج شواطئ نظيفة واللواء الأزرق وبحر بلا بلاستيك والمؤسسة تعد نموذجا للعمل الدائم في مجال التحسيس والتنصيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بهدف تعزيز جاذبية هذا الفضاء الحيوي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من فاس السيد محمد بن عبو مهندس وخبير في المناخ والتنمية المستدامة أستاذ مساء الخير مساء الخير أستاذي وشكرا جزيلا على الدعوة إذن أستاذ كما تبعنا البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمملكة أبان على أن البلاستيك والبوليستيرين يمثلان حوالي 88% من مجموعة النفايات التي تم جمعها على مستوى الشواطئ بداية حبذا لو قربتنا أستاذ من تأثيرات هذه المواد على جودة المياه بالطبع 88% من الممويتات هي بلاستيك تعني أن البلاستيك اليوم أصبح يغزو الحياة دينا يعني هناك استهلاك كبير لهذه المادة من طرف المواطنين على الصعيد العالمي رقم يعني عنده واحد دلالة كبيرة على أن المملكة المغربية توليه استمام كبير لحماية الشواطئ حماية الرمال وحماية كذلك مياه الاستحمام ومرقبة ديال الجودة ديالها في إطار المعايير الدولية وكذلك في إطار الانتزامات اللي كتقوم بها للمملكة المغربية وتنزيل دياله على الصعيد الوطني تبلز كذلك أن المغرب يعني يشتغل بجد وبتفاني في هذا المجال يعني عبر المختبر الوطني لرصد ومراقبة التلوط تلوط يعني المنظومة البيئية الساحلية التي هي كتعرفها الضغط كبير لم نحية الضغط بشري ولا من نحية تغيير المناخية وبالتالي هذه المراقبة وهذا الرصد يبلز أن المغرب يسعى يعني جليا لحماية المواطنين لسلامة المواطنين للمصطفين والمصطفقين وكذلك من أجل يعني إبراز هذه المجهودات عبر تصنيف مجموعة دين الشواطئ هل هي صالحة للاستجمام أو الاستحمام هل رمال سواحينا في يعني في كامل النقاوة في كامل الصحة والسلامة وهذا بالتالي هو في صالح يعني الأبناء دينا لكي يعني كي يستحم منفذ المياه هذه وبالتالي اليوم يعني المؤسسة محمد سيحي حماية البيئة لكثرة أسهل الأميرة الجيلة اللحسنة تبرز أن المغرب اليوم 28 شاطئ اللي تم رفع اللواء دياله وهذا في حداته رقم كبير وكبير جدا ولكن 88% كنسبة البلاستيك انطلقا من هذه الملويتات تبرز أن مقارنة مع 2016 و2020 هناك خطة صاعدي لهذه الملويتات التي كان لقاوها في الشواطئ ديالنا لا في الساحل ولا في المياه البحرية طيب أسد بن عبو رقم آخر مهم تقريبا ما بين 70 إلى 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية كيف يمكن اليوم حماية السواحل من مختلف مصادر الملوثات خاصة البرية منها؟ بالطبع اليوم أغلب الملوثات التي كان لقاوها في الساحل أو في المحيط أو في قاع المحيط هي تأتي بها الأنهار أو تأتي بها كبار المجالي المياه وبالتالي حماية الساحل حماية المحيط يجب أن تبدأ من المدينة من القرية يعني أي ملوث نقيم به نحن في المجالي المائية كمواطنين في المدينة أو في الدوار ممكن توصل بسرعة إلى الشاطئ إلى الرمال إلى القاع المحيط كيفما كان الملوث وهذا حداته يشغل على المغرب اليوم في إطار البرلمج الوطني للتدبير المندمج للساحل يتم تنزيل دياله في خلال الأيام الأخيرة انتلقى من جمهورة المراسين التطبيقية اللي المغرب يشغل عليه من أجل حماية هذه المنظومات البيئية الهشة انتلقى من رصد ودعم هذه المجهودات التي تقوم بها المملكة كذلك من أجل معاينة النوع الملوثات التي تلقاوها بشكل دوري أو شكل سانوي كذلك وضع نظام معلوماتي للمراقبة ديالجودة ديالشواطئ جودة ديالريمال حماية هذه المنظومات البيئية التي تتعرف واحد تظهور كبير خلال السنوات الأخيرة لا الصعيد البحث بالتوسط ولا الصعيد الموحيط الأطلسي المغرب اليوم الحمد لله حباه الله بواحد 3500 كم تولي يعني شاطئين على الموحيط الأطلسي وعلى البحث الأمصر ولكن هات الشواطئ في حدها تتعرف واحد ضغط بشري كبير لا على المستوى قصادية وعلى المستوى السياحي لاحظنا أننا قارنة واحدة مقارنة بسيطة في أيام ديالحاجر الصحي كيف كانت المياه ديالبحر أمي تبسط كمنظومة بيئية هشة كيف استرجعت الحيوية ديالها كيف عادت أسماك إلى المياه ديالبندقية في نفس سياق أستاذ بن عبو في نفس سياق بعد الأصناف الفرعية كأعقاب السجائر وأغطيات الأواني البلاستيكية مغلفات رقائق البطاطس والحلوة وكذلك أيضا الحلوة تمثل لوحدها 55 في المئة من مجموعة الأصناف التي تم رصدها في الدراسة المذكورة هنا يطرح السؤال حول العامل البشري في حماية النظم البيئية بالوسط البحري وكذلك على مستوى الشواطئ بالطبع هذه الأنواع البلاستيكية التي ذكرتها هي كلها عندها عرقاء بالمصطفين يعني من كان هذوع العرقاء البطاطس والبلاستيكية التي تكون مغلفة فيها الحلويات المجموعة ديال المؤلبات التي كانوا لقوا بها بكل بساطة بكل سهولة في الشاطئ أو في المياه ديالبحر عند المحالة ديالستيجمام هي تخلي الأطاق ديالة هذه السنة يعني من بعد المحالة ديالستيجمام كان نخليه هذه البقية ديال البلاستيك ديال أنا كتبقى شاهدة على التدمير اللي كان قوموا بيحنا نحن البشري في فوج هذه المنظومات البيئية لهذا الشهر اليوم على جميع المصطفين المصطفقين جميع المستغلين لهذه الفضاءات الحيوية لهذه المنظومات البيئية لهذا الشهر لسه حلية من هنا البحرية يجب أن نتخلق أو نتحلب واحد الأخلاق اللي هي حميدة ولي صديقة البيئة أي مصطف فينا غير يمشي الشاطئ يقل معها أكياس يتمع النفاية دياله يخلي مكان دياله نظيف في حاول أنه من جانب دياله لنها هذه السلوكيات البيئية الفردية كتلعب واحد دور كبير كبير جدا من أجل حماية هذه المنظومات البيئية بالطبع دون أن ننسى الدور الكبير اللي ممكن تقوم بالدولة في مراقبات للمنشآت السياحية لأن اليوم إذا كان الساحل يشكل 50% من سكان المملكة المغربية وهم على الساحل 83% من المنشآت الصناعية اللي كتكون في المغرب هي على الساحل وبالتالي الضغط كبير التي ممكن أن تمارسه هذه المنشآت الاقتصادية أو الصناعية هو ضغط كبير وبالتالي هاتنزيل دياله هذا المخطط الوطني لتدبير المندمج للساحل ممكن يأتي الأكل دياله عبره الرصد عبره التتبع وعبره تقييم دياله هذه المبادرات اللي كتقوم بها لا الوزارة تنتقل الطاقية والتنمية مستدامة ولا مستدامة لحماية البيئة نعم إذن سيد محمد بن عبو المهندس والخبير في المناخ والتنمية المستدامة شكرا لك على كل هذه التوضيحات ولواء الأزرق يرفرف في سماء أربعة شواطئ وميناء ترفيهي بعمالة المضيق الفنيدق علامة لجودة مياه السباحة واحترام العديد من المعايير البيئية تمنحه كل سنة مؤسسة محمد نسادس لحماية البيئة في النشاكل العلاوي وعبد العالي جنون شارة اللواء الأزرق لسنة الفين واثنين وعشرين ترفرف في سماء شاطئ المضيق الميناء الريفيين مارين اسمير الشرقي والميناء الترفيهي لمارين اسمير بعمالة المضيق الفنيدق تتويج بخمس شارة للواء الأزرق على مستوى نفس العمالة يبرز المجهودات المبدولة لضمان حسن تدبير هذه المناطق التي تشكل قبلات مميزة للاستياف والتي يؤكد رفع اللواء الأزرق بها توفرها على معايير الجودة المحددة من قبل مؤسسة محمد نسادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة اللواء الأزرق النوكية تعطيها لمجموعة من المعايير المنبيل المعايير الأساسية أنه هي جودة مياه الاستجمام والنظفة والتحسيس على البيئة وتنظيم الشواطئ وتوفير الشاطئ للعموك الحمد لله فإحنا فرحانين منك نشوفوا هذا المحافظة اللواء الأزرق لهذا الشاطئ اللواء اللي عادي يعطيه واحد المزيد من الإقبال المعاطئين عن هذا الشاطئ على مستوى عملت المضيق الفندق التي ترفع أربع شارات لللواء الأزرق بشواطئها هذه السنة وكذب مينائها الترفيهي بمارينة سمير مؤهلة طبيعية وسياحية فريدة تجعلها من بين الوجهات المفضلة للعطلة الصيفية فجمالية الشواطئ بها ينضاف إليها إمكانية اكتشاف الرياضة البحرية والاستمتاع بجوالات سياحية بحرية لتشكل للزوار المكان الأمثل لقضاء وقت مميز رفع اللواء الأزرق بأي شاطئ إن يعلن إذن عن توفر مجموعة من المعايير المرتبطة بجودة مياه الاستحمام الإخبار التحسيس التربية البيئية والصحة السلامة والتهيئة والتدبير والتي تتوفر بهذه الشواطئ أو على مستوى الموانئ الترفيهية لتتيح لزوارها الاستمتاع بمؤهلات طبيعية متنوعة وبجودة خدمات عالية تنضبط للمعايير البيئية الدولية بالنظر للخصاص الحاصلي في المياه نتيجة الجفاف وقلة التساقطات خلال السنوات الأخيرة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بابن ملال يعتمد مجموعة من التدابير والمقاربات للتعاطي مع هذه الوضعية في المنطقة السقوية للفقيه بن صالح أحمد العلوي وعبد العليعيات هذه الضيعات الفلاحية الواقعة بمنطقة الفقيه بن صالح كانت إلى وقت قريب تعتمد أنظمة السقي الإنسيابي أو الرش لكن النقص الحاصل في المياه بالمنطقة جعلها تستفيد من أنظمة بديلة مختصدة للماء وتجهيزات هيدروفلاحية تمكنهم من ترشيد استعمال مياه السقي الحمد لله المهم معد القوتاقوت رأى كنا واحد القفزة مزيانة لأننا كنا فيها بزاف دي الاقتصاد الاقتصاد في الماء الاقتصاد في اليد العاملة في الأدوية لأننا واللي نتن نطلقوها في اللونغري في القوتاقوت بنات أننا ربي شوية الجافاف من كنا سأل القوتاقوت لقتصاد تعلما مزيان وبنادن قعقع يسقي ماشي بحر بطاق شيتي يسقي والمات يضيع والمات وكو الحمد لله مني كان شوية تعلما قليل نستفد الفلعقاء غادي يستفد قوتاقوت مور في حاجة الدين الأشجار تتأقلم مع القوتاقوت تتأقلم حسن من القرافيتير حسن من الرفضاء التحويل الفردي والجماعي لأنظمة السق مكن من تحديث شبكات الري وإنجاز محطات للتصفية وخزانات وعدادات لكل ضيعة لضمان فلاحة مسقية مستدامة لحد الآن تم جهيز ما يعادل 22 ألف اكتار منها 10 ألف اكتار اللي بدنا نسقي فيها تقريبا من 2015 إذن هذه الطريقة ديال تحويل الجماعي جعلت أننا نقتصده في الماء ونتمنه الماء وكذلك نقصه من الحدة ديال الجفاف هذه المنشآت المائية يتم التحكم فيها بطرق حديثة من أجل مراقبتها وعقلنة استغلال مياه السقي التجأنا لما يسمى بالتالي جسيون يعني التحكم عن بعد فيما يخص فتح وإغلاق يعني المآخي المائية وكذلك مراقبة الصبيب والضغط ديال الماء فيما يخص الجبكة برنامج التحويل الجماعي والفردي لأنظمة السقي ملن انسياب إلى السقي بالتنقيض يحسن من نجاعة السقي ويساهم في تطوير الانتاج إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها وثثمينها برئاسة المغرب ومشاركة ممثلي ثلاثة عشر بلدا انعقدت اليوم بالرباط أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للمركز الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء للدول الناتقة بالفرنسية التابعة للأمم المتحدة المركز يختص بالتكوين وتقديم معلومات فضائية للدول الأعضاء مجيد حلاوي وسعيد إشاسي يوجد مقر المركز الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط خلال ثلاثة وعشرين عاما من التأسيس سمح بتكوينات قصيرة لفائدة ثلاثة آلاف شخص ينتمون إلى إحدى وستين دولة كما كون أربعمائة شخص لنيل شهادة الماستر في أربع شعب لا محيد عن تكنولوجيا الفضاء اليوم شئنا أم أبينا فحسب بعض الإحصائيات إذا استعملنا الفضاء على الأقل سنستطيع تجاوز تلاتين في المائة من مشاكل العالم وإفريقيا تحتاج إلى فهم جيد للفضاء لكي ندبر ما يوجد تحت أقدامنا تكنولوجيا وعلوم الفضاء هو مستقبل العالم وليس لنا الحق في التأخر يقدم المركز خدمات جليلة للدول الأعضاء في ارتباط بأمنها الشامل بما في ذلك الأمن الغذائي استعمال التقنيات من أزل السقي أو كذلك في كل ما يتعلق باكتشاف المناجم أو الملاحة البحرية أو الجوية يعني التطبيقات متعددة والتقنيات الفضاء هي أكثر فائدة للدول يعني في طريق النمو لأن هناك ضعف في كل ما يتعلق بالخرائط والمحلومات وبيان الفضائية تعطينا معلومات سريعة ودقيقة المركز هو واحد من ست مراكز جهوية في العالم تابعة للأمم المتحدة وقع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات مغربية وإفريقية كالوكالة المغربية للتعاون الدولي والجامعة الافتراضية لكوديفواخ دائما في الشأن الإفريقي بين المغرب والكاميرون بروتوكول اتفاق تم توقيع عليه اليوم بالرباط في مجال الشؤون الاجتماعية اتفاق يروم تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من البرامج والقضايا ذات البعد الاجتماعي ياسر العمراني وعبد العليئيات يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الكاميرون في مجال البحوث والدراسات ووسائط التحسيس في المجال الاجتماعي عامة وتعزيز حقوق المرأة وحماية الطفل وكبار السن ومكافحة الفقر خاصة هذا الاتفاق هو يضم عدة بنوت تهم تعاون في مجال التنمية الاجتماعية والنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة الأشخاص المسنين، الأشخاص في وضعية إعاقة الأطفال في وضعية صعبة النساء أيضاً والتمكيل الاقتصادي للنساء توقيع هذا الاتفاق يأتي في ختامه برنامج زيارة عمل لوزيرة الشؤون الاجتماعية الكاميرونية حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عند مجهودات المغرب في مجال الشؤون الاجتماعية زيارتنا للمغرب مكنتنا من التعرف على التجربة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة التكفر بالأطفال في وضعية صعبة وكبار السن نريد نقل هذه التجربة إلى الكاميرون وقامت المسؤولة الكاميرونية بزيارة لضريح محمد الخامس وترحمت على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما المالكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما ووقعت في الختام في الدفتر الذهبي للضريح البنية الطرقية بخميس ولاد الحاج بآسف في وضعية سيئة حفر وغياب لعلامات التشوير تهدد سلامة السائقين ما يضي على المنطقة فرصا مهمة للاستثمار والسياحة وما يزيد الطين بل شاحنات لنقل الرمال تتسبب مرات عديدة في حوادث للسير الصورة في الروبرتاج زيناء تلمين وعبد غني الطهراوي بخميس ولاد الحاج بآسف تنتشر المقالع كالفطر لتهدأ حركة الشاحنات الذهابا وإيابا محملة بأطنان الرمال تكاد تخالوة تزحف على الطريق تثير سحابة من الغبار تخنق الأنفاس أما خضرة المكان فسط عليها صفرار الرمال والأطربة الطريق التي تسلك الشاحنات ضيقة متآكلة حواشها تملأها الحفر تترقص السيارات كنطة بهلوان تفاديا لشراك الطريق المركز عند مشارف المدينة بين آسف والصويرة في طريق رئيسية تشهد إقبالا لحركة السير لكنها تنثي حالها فالطوار يكاد يستوي بإسفلت الطريق جامعة دارت إصلاح ترقيعي بالقودرون والمسائل والبلورو ولكن من تجي الماء وتجي الشتاء والحملة لا تتحيي ذلك المسائل وترجع لأمور كما هي ولهذا الدراسات تتبين بأنه يجب أن تكون قنطارات مع على الأقل قنطارة لتهز واحد العيب كبير على الساكينة وعلى المحلة التي كان يتمها بني التحتية لازلت على حالها لأن الميلف داخل عند القضاء ما يمكن أن ندخله فيه محمد وعائشة آثر الاستثمار بالمنطقة لجمالها الأخاذ فأقام مطعما لكن زبائنهم قلائل بسبب وضعية الطريق أمر يحز في نفسيهما طريق الساحلية اللي هي كي يجوجوا من السياح دم كيف صالحنا والناس وكلقوا من مشكلة النواة بسيطة وكيف تدوز الناس ويخصي نطلوش ونثمننا من المصالح اللي اللي هم دعين يصوونا الطريق لأنه كي يجوجوا فيها مشاكل يشكروا هالمنطقة ولكن كيدوه بالنسبة لي نسمع الكليناش كيدوه تيتشكوه منطرقان كيقولك الطريق خيبة معدناش كيفاش ندوزه زوين هذا المنطقة ولكن طريق الرومبوات ويزداد الأمر سوءا حين تمطر أن أشتاء فالأتربة والرمال تستحيل لطميين وأوحال تعيق السيرة وتتسبب في الحوادث وتضيع على المنطقة فرص الاستثمار والسياحة أزيد من ثمانية أشهر مرت من الزمن الحكومي ثمانية أشهر بإنجازات وإكرهات وانتظارات عديدة حصيلة نتابع تقييمها من لدن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في تقرير نادي المود في ظرفية وطنية ودولية تطغى عليها متغيرات عدة تبينت حصيلة تقييم الأداء الحكومي من طرف الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان تقييم يأتي بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على العمل الحكومي هذه الحكومة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة جدا سواء على الصعيد الوطني مخلفات وباء كورونا وشح تساقطات المطرية أو على الصعيد الدولي بخصوص العوامل الجيوسياسية التي فجرتها الحرب الروسية الأوكرانية أحزاب غير ممثلة في البرلمان أجمعت على أن السياق الحالي يستوجب من الحكومة اتخاذ مزيد من التدابير صحيح أن الحكومة وجدت نفسها فعلا في ظرف صعب بسبب مخلفات جائعة كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية لكن هذا يتحتم تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأوضاع وتنفيذ عدد من البرامج الاستعجارية المعلنة على الغرق على هذه الحكومة أن تفكر من أجل التغيير أن تفكر من أجل إيجاد الحلول لغلاء الأسعار وإيجاد حلول للمواطنين خاصة الطبقة الفقيرة والمعويزة وكذلك الطبقة المتوسطة يبقى تقييم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان مرحليا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأداء الحكومي لا زال في بدايتها مقابل تكتيف الحكومة لجهودها لتدبير الفترة الراهنة بمزيد من الحكمة والحنكة وبإجراءات استثنائية تتطلب هذه المرحلة الدقيقة استجابة لانتظارات المواطنين في الشانية الرياضي أعلنت الكافة اليوم القوائم الأولية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام الفين واثنين وعشرين والتي تعرف تواجدا مغربيا بارزا وسيقام الحفل في المغرب يوم واحد وعشرين يوليوز المقبل حيث يتنافس المنتخب المغربي حول جائزة أفضل منتخب أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي فضمت أربعة أسماء مغربية تتواصل منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقام حاليا بوهران الجزائرية حيث وصل الأبطال المغاربة تعزيز رصيد المملكة من الميداليات في رياضات الملاكمة الجيدو وألعاب القوى محمد أمين النوري المغربية شيما الرهادي في وزن أقل من 60 كيلوغرام قدمت الهداء الكبير أمام الإيطالية ريبيكا نيكولي في نزال من أجل انتزاع الميدالية البرونزية شيما عرفت كيف تضبط إيقاع المقابلة التي آلت لصالح الألوان المغربية وميدالية أخرى تنضاف إلى قائمة الانجازات المغربية هناك في رياضة الجيدو في وزن 73 كيلوغرام حسن الدكالي طوق عنقه بالفد بعد أداء قوي في هذه المسابقة التي عرفت مشاركة أكثر لسماء تمرسا وضمن أولى أيام مسابقات ألعاب القوى أولى الميدالية المغربية جاءت على إثر نهائي مسافة 3000 متر موانع والمغرب تندفت محمد الذي قدم أداء متميزا وعرف كيف يجاري إيقاع هذا السباق المتسارع ليحتل المركز الثاني محققا توقيت 8 دقائق 23 ثانية و85 جزءا من الثانية وفضية أخرى تنضاف إلى حصيلة المغرب في هذه الألعاب حيث من المتوقع أن يكون للمغرب حصة معتبرة في أم الألعاب بالنظر للأسماء المتمرسة التي يتوفر عليها في مختلف التخصصات في كرة ياسلة وبيقاعة البعزاوي بيسلة حاز فريق جمعية سلة على لقب البطولة الوطنية عقب فوزي على غريمه نادي اتحاد الفتح الرياضي بنتيجة متقاربة تفاصيل مع محمد بن تركة توجى فريق جمعية سلة بطلا للمغرب في رياضة كرة السلة للموسم الرياضي الجاري وجاء هذا التتويج المستحق للفريق السلوي في رياضة المثقفين على حساب واحد من أعتدي وأقوى الأندية الوطنية نادي اتحاد الفتح الرياضي مباراة الذهاب كانت قد انتهت للفريق السلوي على حساب الفريق الرباطي بحصة ثلاث وثمانين نقطة لقاء تسع وسبعين مباراة الإياب التي أجريت في قاعة البوعزاوي بمدينة سلا انتهى شوتها الأول لصالح أصحاب الأرض والجمهور بحصة احدى وأربعين نقطة لقاء تسع وثلاثين الشوت الثاني كان مشوقاً مثيراً وماتعاً بين الكبيرين جمعية سلا واتحاد الفتح الرياضي الذين قدم عرضاً مميزاً في فن كرة السلة وبفارق نقطتين فقط أنهى فريق جمعية سلا هذا النزال النهائي الحارق ليفوز فريق جمعية سلا بلقب درع البطولة الوطنية في رياضة المتقفين استؤنفت هذا اليوم منافسات الدورة الحادية والعشرين لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبرد بدار السلام بالرباط 24 سربة تمثل مختلفة جهات المملكة تتنافس على اللقب لليوم الرابعي على التوالي قائمة بلوش اليوم بدار السلام الجولة الرابعة والحاسمة من إغسائيات الدورة الأول ثمانية سربات ودعت عن فئة الكبار ميدان التباري سربات لم يحالفها البرود بنسبة للائحة السربات التي أقصيت سربة المقدم العربي بن خدى عن خريبكا التي احتلت المرتبة الحادي عشرة أكتر السربات تتويجا والمشاركة في هذه البطولة في المرتبة الثانية عشرة حلت سربة هشام نسمة عن صخيرة تتمارة في المرتبة الثالث عشرة سربت هشام عزي عن الجهة الشرقية توريرت وفي المرتبة الرابعة عشرة سربت المقدم منصور أحبوس الذي يمثل قنيطرة ممثل قنيطرة الثاني يحيى القدسي أقصيه والآخر إلى جانبي المقدم سعيد هدنة الذي يمثل صخيرة تتمارة وفي المرتبة السابع عشرة حلت سربة المقدم حسان مورادي عن جهة جولميم ودنون وفي المرتبة الثامن عشرة والأخيرة سربت محمد رفعي عن الرباط فيما يتعلق بأبرز نتيجة مسجلة هذا اليوم كانت من توقيع سربة المقدم إبراهيم الناصحي عن جهة جولميم ودنون هذه السربة تألقت بشكل كبير وقدمت أذاء جيدا احتلت المرتبة الأولى أمام سربة المقدم حميد صرفاق عن اليوسفية الملقب بحمام سعر على مسوافئة شبان لا يختلف إثنين لنا أكثر سربات عطاء وجودة نصربة المقدم محمد غرابو عن مدينة بني ملال يبدو من العمر إحدى عشر سنة أنهت منافسات الدور الأول باحتلالها المرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق فيما ودعت المنافسة سربت بلال بالحاج التي احتلت المرتبة السادسة والتي تمثل مدينة الخميسات إلى التذكير بالعناوين من كابت درعا بطلطان تختم التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي بإجراء ثمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية وقوات الولايات المتحدة وقالت الأنباء الإسباني في تكشف عن شهادات حية لمهاجرين السريين شاركوا في محاولة اقتحام السياج الحديدي بين النظر ومليليا أكدوا لها وصوله من المغرب عن طريق الجزائر بعد أداء مبالغ مالية لمافيا الاتجار في البشر أربعة الشواطئ وميناء ترفيهي بعملة المضيق الفنيد ترفع فيها شارة لواء الأزرق علامة لجودة مياه السباحة واحترام العديد من المعايير البيئية تمنحها كل سنة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة شبح نذرة الماء يخيم على العديد من مناطق المملكة خاصة منها الدوائر السقوية خصاص في مياه السقي تواجه الجهات الوصية بتدابير تروم عقلنة الري والنموذج تابعناه من جهات بن ملال خنفة سعداء بالتواصل معكم ألقاكم غدا بإذن الله